المستشفى الجهوي بالعيون مؤسسة صحية تأسست منذ عقود مرت بالعديد من المراحل شهدت خلالها تطورا مطلدا في الخدمات وعلى مستوى التجهيزات اللوجستية والكادر البشري منذ العام 2021 بدأت المؤسسة الصحية الأكبر في ولاية الحوض الغربي تدخل مرحلة زديدة استفادت خلالها من إدخال بعض التحسينات على البنى التحتية للمشأة العتيقة كما تم تزويدها ببعض التجهيزات التقنية الحديثة من بينها جهاز سكانار قد تم تزويد المستشفى مؤخرا ببعض التجهيزات التقنية خصوصا في جانب المتعلق بالأشعة والجهزة المسح الضوئي وقد استفاد المستشفى من جهاز سكانار الحديث كما تم تعزيزه بأجهزة أشعة أخرى إلا أننا أيضا في جانب آخر نحتاج بعض الاختصاصيين في القلب مثلا وفي طب الأطفال وأخصائي في الأشعة لتشغيل الأجهزة وعلى مستوى آخر فالمشأة لم تعد تفي بالمتطلبات والمعايير اللازمة لقدمها لذلك تحتاج الولاية لمشأة حديثة تطابق المعايير الفنية الصحية الدولية تقريبا للخدمات الصحية من المواطنين استحدثت إدارة المستشفى مصلحة خاصة باستقبال المواطنين وتوجيههم وتسريع إجراءاتهم ومعاملاتهم الإدارية وهي مصلحة يسعد عاملون فيها لوضع المراجعين في أحسن الظروف أثناء زيارتهم للمستشفى لأي غرض كان معدى الابتداء أنه بريد 2022 على مستوى مركز الاستقبال بالعيون والهدف منه هو استقبال المريضة ولم كخدمة وتوجيهه للمكان الذي قايز ندخله حتى خروجه مختبرات وطواقم فنية تعمل كخلية نحل ضمن فريق المستشفى الذي يضم تخصصات عديدة من بينها طب الأسنان والعيون والأمراض الباطنية وغيرها من التخصصات الأخرى فيما يحوي ثلاث غرف عمليات جاهزة وتصل طاقته الاستيعابية أزيد من ستين سريرا تشمل مختلف الأخسام وفي انتظار أن يتم بناء مستشفى جهوي بمعايير حديثة يشمل كافة التخصصات الطبية والجراحية خصوصا يبقى المستشفى الجهوي بالعيون الملاذ الأوحدة الذي يوفر أفضل الخدمات الصحية في ولاية الحوض الغربي لقناة الموريتانية أحمد السبتي مدينة العيون